يعتقد الجميع بأن أقوبة الإفطار العلني مصدرها حكم إلهي صادر من قبل الله تعالى وأيضا من قبل القرآن الكريم ونصوص الفقهية والحقيقة ليست هذه ولا تلك ما هي الحقيقة؟ كونوا مع أصدقائي فنتعرف على شيء ومهم جدا طالما غفل عنه الناس أجمعين السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في الفيديو الأخير الذي نشرته وقلت وتسألت فيه لماذا تغتصب حقوق الإنسان في رمضان وفي كل أماء أوان وزمان خاص بالعرب والمسلمين قدمت إجابة مستفيدة حول هذا الموضوع لكن بعض التعليقات من أصدقائي العزاء كانت مثيرة وتستحق النقاش أيضا من بينها تاني سؤال من الصديق عزت وأتمنى تشوفون السؤال مالته حتى نشارك هذه المسألة نشترك في الإجابة على هذه التعليقات لأنه هذا هدف القناة أصلا ووضح أنه هدف القناة ليس أن ننشر الإلحاد ولا ننشر الفسوق ولا الانحلال ولا ننشر أيضا الإيمان لا هذه ولا تلك إنما ننشر الفكر الحر الذي يناقش ما نحن فيه بأقصى قدر من الحيادية ليس أكثر من هذا لا تبشير لدينا ليس لدينا تبشير لأي شيء فنرجو أن لا تختلط الأوراق أو يقوم البعض بخلط الأوراق لكي يمرر أجندته الأيجولوجية أو العقائدية على حسابنا هذا هو التعليق الذي يعنيه وقال فيه الصديق عزت أنه بعد أن بلغني تحياته من القاهرة قال هل هناك في أدبيات الإسلام ما يؤكد إنزال العقوبة على المفطر في رمضان مثل ما يجري الأمر مع عقوبة الزاني والسارق فهذا السؤال أنا أيضا بنهاية الحلقة خصصة جزء خاص للعقوبات المفروضة على المفطرين في رمضان وهي عقوبات صحيحة لأن الدين الإسلامي فيه فرائض أساسية هي منصوص عليها قرآنيا هي تعتبر أركان الدين الأساسية ومن ينتهك هذه الفرائض يعتبر يعتبر يعني ارتكب كبيرة ويستحق بالتالي العقاب فكرة العقاب هي أصلا يعني لا هيجوز أنه في الانتعادة ما يكون لديك إيمان فأن تؤمن بالشيء وتفعله بإرادتك أما عندما يفرض عليك فهذا يتحول الأمر من دين شخصي أو إيمان شخصي إلى دين مؤسساتي حكومي إلى علاقة بالسلطة وليس له علاقة بالإنسان كإنسان لديه قدر على التعبير عن نفسه والتعبير عن ما يشاء وما يؤمن وأيضا يختار ما يدخل إلى عقله أو لا يدخل فبالتالي فكرة العقوبة على شخص مؤمن بدين هي فكرة باطلة منذ النقطة الأولى وعندي حلقة تقريبا ساعة أو ربع عن موضوع الإيمان في الإسلام وفي مناقشة تفصيلية موضوع الإيمان وكيف جرى تحويل موضوع الإيمان من إيمان قلبي إلى إيمان يتطلب العمل ومن لا يقوم بهذا العمل يعاقب فهي فكرة متناقضة جدا ولا أصل لها لكن هذا دليل على أن هذا الدين لا ألاقة له بالقضايا الشخصية إنما له ألاقة بفرض السلطة على الجميع وهذا هو معنى الدين الذي شرحته أيضا في حلقة ما هو الدين وممكن تراجعون الحلقتين لا نحتاج للتفصيل فيهما بالتالي السؤال الصديق هو أنه ما يؤكد نزال العقوبة هو فعلا موجودة هناك نزال العقوبة على المفطر في رمضان والبعض قال أنه العقوبة تعزير ضرب أو جلد أو ما إلى ذلك أو الشعراوي قال تعزير وأيضا فصلت بها بعضهم قال وصل إلى أحد أنه هذا يقضي عمره كله مش عمره الدهر كله يعوض هذا اليوم الذي أفطر فيه سهوا يعني لا يكفي فبعض باله قال لازم يعوضها ب 3000 يوم الصيام وكثير من الفقهاء يعني شرقوا وغربوا في هذا الأمر لكن كل مجمع على نزال العقوبة هذا أمر لا شك فيه هنا الهدف الرئيسي من هذا الفكرة التي أوصلها للجميع وهي أن الفكرة هي أنه ليست الفكرة أنه هناك عقوبة على من يفطر في رمضان العقوبة ليست بهذا الصدد إنما العقوبة تتعلق بأمر آخر وسأوضحه في بوست نشرته قبل قليل على صفحتي في الفيسبوك وتساءلت فيه لماذا يعاقب الإسلام يعاقب الإسلام بجميع مذاهبه مظاهر الإفطار العلني قلت لأنه ليس لأنه علامة تمرد والسبب لأنه في نظر قادة القطاع الديني من الشيوخ ورجال الدين وقادة السياسيين هو ليس مجرد إفطار علني إنما هو تمرد علني ودقق ورجال في هذه الكلمة إنه ليس الموضوع هو الأقوبة على الإفطار العلني إنما على هذا التمرد العلني إنه يعني مشابه لموضوع رفض الحجاب أن المرأة عندما تطلع غير مرتدية للهجاب ليست مسألة انحلال خلقي أو انتشار فساد بالمجتمع إنما جوهر الموضوع يعني حتى إذا افترضنا أن هناك دعوة للسيطرة على الإنحلال الخلقي وعدم الحفاظ على التقاليد والقيم لكنه في جوهر هذا الموضوع حتى إذا تحجزنا بهذا الأمر هناك تمرد ضد نشرق كامل لترويض الناس والسيطرة عليهم هذا السيطرة التي يجب أن تبقى ناجحة وفائلة ولا تمس بأي شكل من الأشكال وبالنتيجة راح يبقى هذا التحالف الفاشستي العريق بين الدين والسياسة متماسك ولا يسمح لأي إن كان أن يتمرد عليه سواء بأي حجة كانت حقوق إنسان أي كلام لا تجد حقوق وهذا تشويه لأي قضية تقال حول السبب الذي يدافع فيه كل إنسان عن إنسانيته وخصوصيته وحريته في أن يختار ما يختار وعليه لا حاجة بالتالي لأن نبحث في غبار النصوص المقدسة وكتب الفقه التافهة كما تفعل الملايين حاليا وأشوفهم مجغولين بهذا النص قالوا كذا وبعض الفقه ويطلع كتب طلعت يقول لك لا هذا لا يوجد نص فقه يجيز هذا العقوبة وهنا كما يعترون يقول لا هذه جريمة حقيقية واحدة من التعليقات رح أراكم إياها واحد من الناس اللي أيدني في الكلام بدون أن يشعر هو طبعا ثارة يقول لا يجب أن أقوم ينزع العقوبة وهذه جريمة حقيقية إنه الأفطار العاني جريمة حقيقية وأنا بالفعل أنا قلت لا أوكي بس العموما اللي أدعو لي بي جميع أنهم لا حاجة أن يذهبون إلى كتب التاريخ وكتب النصوص المقدسة والقرآن والآيات والتفاسير وماذا قال الإمام فلان وماذا قال الشيخ فلان هاي كلها جزء من اللعبة جزء من الكذبة والمؤامرة القدرة بحق الناس وبهجف السيطرة عليهم والسحق ومحق شخصيتهم لأن قضية ما تتعلق بالفراض ولا بالشرائع إنما بسلطة ونفاذ كلمة هذه المافيات المستبدلة لا أكثر صدقوني هي هاي القضية الجوهرية دائما نحن مشكلتنا لا ننظر بعيون مفتوحة لعمق لما هو خلف ما يبدو أمامنا أنه عندما تشاهد أنه نالك الشخص في الشارع يأكل ويشرب في رمضان أنت ترفض الموضوع لكنك يجب أن تفكر لماذا ترفض من الذي جعلك ترفض وما الذي ستكسبه من رفضك لهذه العملية الذي ستكسبه بأنه ستكسبه بأن قاعدة القطي سيقبلون بك وسيبصمون عليك على الموافقة على وجودك بينهم وإلا ستعاقم مثل هذا هذه هي المسألة التي يجب أن يفطن لها جميع ويعرفونها بعد ذلك لا يهمني أن تقبل بها ولا تقبلها لا يهمني أن تقول أن أنت مثلا منصور ضد الأفطار العلني أو مع الأفطار العلني لا ليس هذا الموضوع رجاء طلعونا من هذه القضية لا تدخلوني في هذه اللعبة أنا لست جزءا من هذه اللعبة ولا جزءا من اللعبة الإيمان والإلحاد وأنا معها وضيد لا ما لإعلاقة بها الموضوع أنا لإعلاقة بفقط أقول لك ما هي الحقيقة ما هي جوهر الأمور وما هي خلفياتها أنت بعد ذلك أنت حر أنا لا أعترض عليك رح صوم مليون سنة ما ليش شغلة فيك أنا وما عندي مشكلة بالصيام ولا بالإفطار ولا بأي شيء فرجاء لا تدخلون بهذه اللعبة أو البعض لا يستطيع التفكير بطريقة مستقلة ومحايدة ودائما يعتبر نفسه وجندي إما أن يدافع أو يهاجم فلا يتخيل له دورا آخر غير هذا أنه يرى نفسه مجرد جندي واجبه الدفاع أو الهجوم أما أن يفكر ويتأمل ويخرج عن الموضوع ويخرج عن الصندوق كما يقال ويراقب الأمور بتجرد هذه المسألة لا تبدو سهلة على الأغلبية المطلقة بصراحة وهذا شيء مخزي والسبب هذا الموضوع هو التربية السقيمة وليس السقيمة السقيمة كلمة جيدة يعني التربية فيها مساوة لكن التربية المشوهة عمدا لعقول الناس وطاقاتهم ومدمرة لطاقاتهم بهدف عدم التفكير بطريقة صحيحة وعلمية وفيها منطق سليم وهذا هو أيضا جزء من الله أنه رفض تدريس الفلسفة بحجة أنها كفر والإلحاد هو الكفر والإلحاد هو أن تدرس الناس هذه العلوم الدينية المزيفة والتي تكفر بحق الإنسان بحقوقه بكرامته بقدرته على أن يعبر عن ذاته هو هذا الكفر الحقيقي الذي يكفر طاقة الإنسان الكفر كمعناها كلمة أن تغطي الشيء أن تحجبه أو أن تنكر وجوده الذي ينكر وجود الأشياء وجود الإنسان هو الدين نفسه الدين الشاء هذا الكافر الدين الشاء هو الدين الكافر لأنه يكفر الحقيقة وهي أن هذا هناك أناس وكل إنسان لديه طاقته الخاصة ولديه شخصيته الخاصة ولديه طبيعته الخاصة لكنه ماذا يفعل يكفر بهذه الحقيقة الكافر الحقيقي هو الدين الشاء والدين الموجود هذا هو الكافر الحقيقي لغويا وصلاحيا وفقهيا ومعرفيا هذا هو معنى الكفر الحقيقي الذي يكفر بهذا الكفران هو الذي يعني هو الذي يكشف الحقيقة ويقول أنا موجود أنا إنسان انظر إليه أنا إنسان ولدته كشخص مستقل أتألم لوحدي ولا أحد يشارك معي في ألمي أموت لوحدي أتعرض لأمرض أدفع الثمن لوحدي عندما أكل أشرب أعيش أدفع الثمن لوحدي لكن ولا أحد يساعدني بأي شيء مشكال إلا إذا عندما أذعن وأقدم نفسي وأروحي للآخرين بعد ذلك يقدمون لي شيئا من الرحمة متفضلين علي وهذا الكفر الحقيقي الأكبر طبعا من بين الأسئلة اللي أتتني على هذا البوست كما ترون أجانب من الصديق مصطفى باكلان يقول إنه هل كان هناك في زمن النبي يعني عقاب للمفطرين أنا قلت إنه هذا هو اللي أنا حذرت من البحث في الدخول في هذه اللعبة أو المؤامرة القدرة أنا حذرت قلت يا أخوان لا تدخل في هذه اللعبة تبحث عن نصوص هالكفرة ما هي العقوبة وما هي الكذا أنت دخلت في اللعبة معناتها لا تدخل في هذه اللعبة أرفض من اللحظة الأولى أن تدخل في لعبة النصوص لعبة البحث عن نص مع أو ضد وتدخل محاجرة فيقول لي لا قلت له لا إحنا الصديق ماذا يقول فنشوف يقول قلت له والله أنا ما أذكر بصراحة ما أذكر بزمن النبي كان هناك عقاب للمفطر وأصلا هل كان هناك زمن للنبي وهل كان هناك الصيام بزمن النبي لا أحد يستطيع الجزم بهذا الأمر الكتب المنقولة تقول هذا الشيء لكن هو حتى الصيام نفسه ما ظهر في زمن كان محاولة تقليد اليهود في يثرب لكن ما أنا علاقة بها الموضوع ولا أدخل في هذا الجدل لأنه أصلا مو موضوعنا الموضوع كما قلت هو موضوع ما لا علاقة حتى بالنصوص ولا بالقديم لا علاقة بفرض سلطة التحالف الكهنوتي السياسي الموجود في حاضرنا هذا بدليل أنه هذا الإفطار العلني أصبح جريمة خلال الربع قرن الأخير فقط وبدأوا يتشددون فيه ومستقبلا خلال خمس سنوات سيصبح عدم الصلاة علنا أو الامتناء عن الذهاب إلى الجامع علنا سيكون ثمن مشابه للثمن الذي يدفعه الناس حاليا في رمضان وكونوا واثقين من أن هذا هو مستقبل الأمور وستطالب الناس بل سيدفعون الناس إلى المطالبة بتعزير بل واستتابة كل من لا يذهب ويصلي في المسجد وهذا يوم وانتظروا سنوات وسترون هذا ما أقوله متحققا بعد بضعة سنوات وعند ذلك تذكروا قولي طبعا حينها سيتعذر البعض ويقول هاي فريضة شنو المشكلة يعني لم تأتي بجديد ولم تخترق شيئا جديدا أقول له أوكي حين ذاك سيجد من يرد عليه ويوضح له سبب توقعاتي هذه طبعا الصديق قال من قتل احنا ما يحتاج احنا عندما أقول لا أخي لا تبحث بصفحات الكتب الغبراء الصفراء القديمة وما قاله الفقهاء في أزمان قديمة لا علاقة لها بالقرن الواحد وعشرين لا يقول لا احنا نحتاج هالشياء يعني وكلام صحيح قال انه نحتاج هالشياء حتى عندما يحاججني أحدهم أستطيع الرد عليه قتل هذا الكلام هو جزء من اللعبة هو اللعبة هاي انه دخلك في تون مسألة لا يمكن حسمها نهائيا وانت تتحاجز الآخر على ماذا متى أصفرت أي محاججة بين اثنين في موضوع ديني عن شيء هاي المحاججات صارها 1500 سنة ما الذي أنتجته لم تنتج سوى تفرقة الكلمة سوى الهيمن على الناس سوى تدمير مصالح الناس سوى سحق كل أمل لنا بالإنسان في المستقبل مستقبل ناجح مستقبل مثل بقية الأمم لا نظل نحايرين محاججات قال الله وقال الرسول ما احترامنا للجميع لكن سوت وبعدين ما مليته من هذا الموضوع لا يجب أن النسان يواجه نفسه ويعرف ما هي حقائق الأمور طبعا هناك رأي آخر من الصديق عبد علي الزبيدي يقول هناك أقوال وفقهاء ووامر لحكام ولم يرد أيضا من هذه العقوبة الأفطار العلني لم يرد شيء عنها في القرآن هو لم يرد أيضا بكثير من الأشياء أنا قلت أيضا هي نفس نرجع عن نفس النقطة إنه لا حاجة لنا للنقاش الموضوع القضية العلاقة بفوائدها الواقعية أنت عندما تلتزم بالرمضان وعندما تصوم هذا يمطي إشارة إلى القوى المهيمة عليك وعلى الجميع إن هذا الشخص مطيع ويستجيب لنا ولنا أن نفعل به ما نشاء هذه هي القضية حقيقية أنت استسلمت وأتحولت إلى جندي في حضيرة الدين حضيرة الحاكم وأصبحت طوع بنانه وكل من يرفض هذا الشيء هو يعتبر بحكم المتمرد والكافر أو الخائن أو أي تسمية كانت المهم هو يؤزل ويصبح يعني توضع عليه علامة تمرد فبالتالي هي لا تناقشني موضوع ما هو التمرد التمرد افطار علني ربما تشريحة شعر ما لها علاقة الموضوع مو هذا الموضوع هو فرض السلطة فعلينا أن ننظر إلى جوهر الموضوع وليس شكله الشكل الخارجي ربما أمرأة لم ترتدي حجاب بشكل جيد ربما لم ترتدي النقاب وهكذا ربما الشخص طلع ناسي مثلا ناسي قميصة مثلا طال عريان هذا التمرد فأشكال التمرد تتنوع أو تتغير حسب الظرف ولكن الهدف دائما لا راقبوا الهدف الهدف العميق وليس الهدف المباشر الهدف العميق جدا ستعرفون من المستفيد ابحث عن المستفيد ستعرف الحقيقة لا تبحث في بطون التاريخ ابحث عن المستفيد ومن الذي يسرق أموالك من الذي يوظفك ويدمر حياتك ويدمر شخصيتك ومن الذي يجعلك عبدا مطيعا له وتابعا دليلا تنصت لكل ما يقولون ولا حق لك حتى بالنقاش ولا حق لك سوى أن تتبع وتحسن تبعيتك لاحظوا القضية انتبهوا لهذا الموضوع ولا تتحولون إلى كلاب كلاب أليفة أليفة أو كلاب متوحشة حسب طلب سيد القطيع وعودة لنا تكمل السؤال صديق عزت قال هل سينهار الدين ويتفكك تتفكك أركانه إذا أفطر هذا الصائم طبعا جوابي صحيح فعلا سينهار الدين هذا كلام صحيح فعلا تتفكك أركان الدين لخروج أمرأة غير محجبة تتفكك أركان الدين لأن هناك من يفطر على لهم لأن هذا علامة تمرد ما هي علامة تمرد تبدأ من أبسط الأشياء في حال سبب شوفوا أنه لا يغيرون أي شيء في الدين ويعرفون بمليون خطأ وكل أخطاء هو أصلا مصمم حتى يكون خطأ لأن عندما يكون خطأ وأنت لا ترى الخطأ عند ذاك يعرفون بأنك أصبحت مطيعا وفاقدا لقدرتك على التفكير وعلى عقلنا في العالم لا ترى بطريقة عقلانية صحيحة ترى المظهر ترى الشخص مفطر لا ترى أكثر من هذا هذا مفطر تقول لا لا يجوز لا يجوز مفطر نحن 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 جميع الصيام وتبحث عن أعذاب لكنك لا ترى ما وراء المشهد عند ذاك يقول لك أنا لقد حسن إسلامه لقد حسنت تبعيته عليك أن تفكر وتعرف أن هذا الإطار الذي يوضع على عينك والذي بدأت من خلاله تصنف الناس بين مفطر وغير مفطر بين من يصلي ومن لا يصلي عليك أن لا ترى هذا المشهد وهذه الصورة الخلاصة بين هذا مسلم جيد وهذا مسلم غير جيد هذا مسيحي وهذا يهودي وهذا من جهة كذا وهذا من جهة كذا عندما تبدأ تفرز الأمور بهذه الطريقة قل أنت أنك أصبحت كلبا مطيعا مطيعا أو كلبا شرسا لصالح أحدهم هذه هي الحقيقة التي يجب أن تنتبه لها لا تتحول نفسك إلى كلب هراسة أو كلب مطيع ينتظر رحمة سيده وشيخه أو إمامه أو إمام زمانه فعليك أن لا تقبل أن تجعل من هذه الروح العظيمة التي وهبت لك وتجعل منها أضحوك يضحك عليها شيخ متخلف أو سياسي أرعن أو سياسي وصولي بشأ يحاول استغلالك وبيعك وشرائك في صفقاته التي لا يعرف أحد حقيقتها عليك أن لا تتحول لها كلب وهذه هي دعوتي للجميع لا تصدق أي شيء فليتحدد المقدسات أصلا وضعت حتى يجعلوك تصدق ويضحك عليك حتى يجري التقفيص عليك بالعراق يسميه تقفيص يضعوك في قفص أنت أخرج من القفص لا تضع نفسك داخل القفص لا تجعلهم يقفصون عليك لا تجعل نفسك داخل قفص تحلق قفص كلها أي شيء تشعر أنه هذا يحد من حركتك يحد من فكرك يحد من عقلك عليك أن ترفضه قطعيا مهما كانت التبيرات لو نزل الملاك نفسه جبريل وقال لك هذا صحيح لا تصدق به لأنه ليست هذه مهمته مهمتك أن تحافظ على ذاتك على روحك على أصالتك الأصال الحقيقية ليست في الماضي وليست في النصوص وليست في الأصولية وليست في البحث عن حقيقة خارجية لا العصالة والحقيقة والسلفية الحقيقية هي سلفيتك أنت أنت تعود إلى سلفية نفسك ماذا تريد هذه النفس كيف تفهمها كيف تؤصلها داخل هذا العالم أنت تأصيل نفسك وليس شخص يجب أن يبحث أن تأصيل له في الخارج أو في الماضي أو في الدين أو في الناس أو في الفرائض الدينية أو الفرائض القانونية لا هذه كلها أشكال ممكن مارسها لكن أجب أن تضع مسافة بينك وبينها لا بأس الحياة ليست بالسهولة التي التي نأمل أن تكون عليه لكن أنا أقبل هناك دين لا بس دائما هناك سلطة سلطة دين إسلامي سلطة رجل مسيحي منطقة مسيحية كن معهم ما في مشكلة سلطة سلطة سياسية سلطة ديكتاتورية سلطة مستبدأ أشكال لا أول لها ولاها سلطة مديرك في العمل سلطة بحث عن الخبز السلطات لا تنتهي لا تنتهي أشكالها تتنوع وتتغير آلاف الأشكال أقوى أقوى هذه الأشكال هو الشكل المقدس الديني وهي كلها هدفها تدميرك وسحقك واستغلالك وتحويلك إلى قطعة في جهاز جبار اسم دولة أو اسم دين أو اسم مذهب أو اسم مؤسسة أو معمل أو مصنع أو مدرسة أو أي شيء لا تحول نفسك إلى عتلة ضمن الآخرين كن عتلة إذا لو تطلب العمر ضمن الدين قل أنا مسلم مئة بالمئة يعني آخر حلاوة لكن عليك أن لا تسمح لأحد أن يضحك عليك ويجعل تصدق اللعبة اللعبة أنت عليك أن تفهمها وبعد ذلك افعل ما تشاء لكن كن أنت ما أنت عليه ضع مسافة بينك وبين كل شيء آخر ولا تستدع أي شيء يدخل عليك وإذا كان هناك شيء داخلك ليس لك وتشعر أنه غريب عليك أو مفروض عليك يجب أن تتخلص منه كما تتخلص من النباتات الضارة داخل روحك ونفسك هذا النفس العظيمة التي منحت لك مرة واحدة عليك أن تحافظ عليها ولا تقول أنها النفس أمارة بالسوء لا كل يأتي داخل هذا النفس وهو الأمار بالسوء نفسك هي النفس الأصيلة الحقيقية الوحيدة التي ليس لك سواء وإن حاولت أن أن تقول بأن هذه النفس لئيمة ولا يمكن أن نعتمد عليها فستعاقبك هذه النفس ستعاقبك وستعرف كيف تنفذ إرادتها بحقك وعند ذلك ستشهد صراعا كبيرا بينك وبين المحيط الخارجي المحيط الذي الذي يجعلك تؤمن بأشياء هي ليست جزءا منك وليست ليست ضمن حاجاتك الأساسية إنما حاجات القطيع وحاجات الجماعة لا بأس كن مع الجماعة لكن عليك أن تحافظ على ذاتك وعلى روحك سليمة قدر المستطاع طبعا هاي الحلم مستحيل لإنسان هو وجهين وجه الفردي وجه الجماعة لكن عليك أن تعرف هذين الوجهين وتعرف التفرق بينهما وتعرف كيف تتخلص من آثار الجماعة عليك والتفكير القطيعي فعليه إن إنسان بسيط يفطر أو معامل هذا اللي طلعت الحلقة الأولى عن الإفطار العلني قلت بي هل إن الإفطار العلني هو جريمة لا هو جريمة فعلا لأنه راح يهدم الدين هدم سلطة هؤلاء سلطة هؤلاء يقول هو الصديقي عزيزي يقول هل إن الدين بهذه الحشاشة طبعا هو بهذه الحشاشة هو أصلا تم تكوينها ليكون هشا ولا يمكن أن يصمد أمام أي حجة واللعبة تكمل بعد ذلك أن يقول لك لا هذه الحشاشة هي كاملة المنطق وفيها كل شيء صحيح ولا يطولها الباطل لا من قدام ولا من خلاف عندما ترفضه تقول لا يا أخوان هذا الإمبراطور عاري يقول لك لا هذا الإمبراطور لابس أحدث الملابس وأروحها وأوضلها بالتاريخ كله وبالكون ولا يعني أجوبة مؤجزة مؤجزة كما يقول لك مؤجزة القرآن وما إلى ذلك مؤجزة المؤجزات اشبع مؤجزات لكن هو عاري أنت كل ما تستمر في رؤية هذا المشهد وبعد ذلك تصدق تضطر للتصديق لأنه لا يقول لك أنه هذا الإمبراطور عاري يلبس ملابس فقط إنما يرفع على رأسك الهراوة وبعد ذلك مرة مرتين تيجي ضربات على رأسك أكثر من مرة بعد ذلك تقتنى بأنه يعني الإمبراطور غير عاري أو الدين غير عاري هو هش تماما فبالتالي في تلك اللحظة هاي الهشاشة تتحول إلى وسيلة إلى هراوة حقيقية تصوتك وتسيطر عليك وتهشم كل شيء غير هش في داخلك هاي الهشاشة نفسها في الدين أو المعتقد هي نفسها التي تستولي على روحك المتينة الصلبة الحقيقية وتنخرها وتحولها إلى هي بدورها شيء هش بحيث تصبح أقل هشاشة من هشاشة المعتقد الذي هو يصبح سميك جدا أمامك تشعر بأنه هو متكامل كامل المطلق تماما ولا حياته لك بدونه لماذا؟ لأنك أصبحت هش بحيث ترى كل شيء أفضل منك دمرت كل شخصتك فتتتها بالكامل فبالتالي أنت تصبح من الهشاشة بحيث ترى هذا المعتقد لم يترك شيء لك فيصبح هذا الشيء الوحيد القشة التي هي بحجم قشة تتمسك بها باعتبارها المطلق الوحيد وحتى تضحي بنفسك من أجلها لأنك دمرت كل شيء أو أجبرت على تدمير القشة بالضبط شخص مزجون يتعرض لعقوبات يوميا يوميا بعد ذلك يختنع ومع الوقت بالبداية يتمرد بعد ذلك يتمرد صامتا يتمرد علنا بالبداية وبعد ذلك يتمرد صامتا وأيضا يعاقب وبعد ذلك يبدأ شيء فشيء تصير عند حالة متلازمة ستوكهورم ومتلازمة ستوكهورم تتحول إلى إيمان مطلق وعندما تروح بالإيمان المطلق الأكثر يتحول هذا الذي يصوتك إلى إله تحبه تحبه وتشعر بأنه تتحول إلى متصوف هاي هاي فكرة التصوف أقصى العبودية وأقصى الغاء للذات وللنفس ويسمونه تجلي يعني فترة من 10-20 سنة فترة صارت موجة عن عظمة المتصوف وما إلى ذلك كلها أكاذيب في أكاذيب ويا ريت هاي الأكاذيب ما مقتنعين بها الرجال الدين والرجال السلطة والتحالف الفاشيست الديني يا ريت ما مقتنعين بها لا لك هذا التصوف كفر هو ما يريد ما يريد أي شيء يعني ما يريد أنه ترجع إلى ذاتك حتى عندما ذاتك تكون مهشمة على الطريقة الصوفية وتشعر بالفناء في ذات الله قل لك لا هذا ما تفيد يعني لأن ترح تفنى أنا شا حصل من عندك أنا ريت حولك إلى عبد حولك إلى طلي إلى 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 نعجة إلى مأزة واستعملها في حاجاتي أنت تروح تصدق باللعبة هي أنا أضحك عليك أنت بعد ذلك تصدق باللعبة بعد ذلك أنا شون أحصل يعني يعني لا هو يقبل إنسان يكون سليم معافى لديه شخصيته المتفردة ولا هو يقبل شخص تخلى عن شخصيتي تماما وراح يفنى في حب الله وتصعد أدى التجليات على طريقة ابن عربي لا هو يقولك لا لا مالي دعني ذلك يسير عبد عبد صالح وهذه الثلاثية الحاد فصلتها في حلقتي عن الإيمان فالصديق عزة شي يقول يقول إن هذا اعتداء صارخ على حرية الإنسان في مأكله ومشربه ويتساءل بعد ذلك ألا يعني هذا أن الدين يقدم نفسه في أبشع صورة وهي اغتيال الحريات تحت مظلة الإله أنا أقول له صديقي نعم الدين هو الذي يريد أن يقدم نفسه بأبشع صورة بالعكس الدين هو هدف أن يقدم نفسه في أبشع صورة إن وحدة من وظائف الدين أن يقدم نفسه بأبشع صورة يعني هل هناك صورة أبشع من الصورة التي يصف بها جحيم التوراة الإنجيل التي يصف بها الجحيم والناس الذين يأكلوا فيهم الجثرة التي تأكلها الدود وأيضا الجحيم الإسلامي ألقوه من الخرطوم ويعذبون وهذه صورة الجحيم خمسمائة آية كافية يعني ما يهتاد لأنني لا ألاقيها من دماغي لأنني لا أذكرها هل هناك أبشع من صورة الرجال الديني الكذابين الذين يظهرون على المنابر ويكذب اليوم كذا وبعد ذلك يأتي ها أنا كنا الغلطان اجتهدت فأخطأت وقدما يصلح الكذبة يصلحها بكذبة أكبر وهكذا اللعبة مستمرة تقفيص مستمر على الناس وضحك على الذقون لا أول له ولا آخر لكن الناس بسبب التكرار المستمر بدأ راحة تصدق وراحة يعني مساكين بصراحة يعني أيضا ما لهم الناس الناس كنون ضحايا حتى هذا المتعصب الذي يطيل لسانه علي أنا أشفق عليها بصراحة هو طبعا هو أيضا عندما يقول والله أنا أشفق عليك هو ما يعرف هو بأي في أي مآل وضع نفسه و بأي وضع حش هو فيه هو مجرد يكرر كالركوردر يكرر كلام الذي يسمعه يوميا ليلة نهار من خلال مليون وسيلة اتصال يدفعون المليارات يأخذون من الناس مئات المليارات ويصرفون مليار على وسائل الإعلام والفضائيات التي لا أول لها ولا آخر وأما نحن فلنحن أولاد البطة العرزة لا أحد لا أحد يسمع لنا إلا ما رحم ربي من أصدقاء خلص وهؤلاء الذين هم الذين نعتمد عليهم في بناء مستقبلنا ودائما كان هذه الكوكبة الحقيقية التي لديها روح أصيلة لا يمكن لأحد أن يكسرها هذه الكوكبة ستبقى هي دائما بيضة القبان في المجامي البشرية دائما هؤلاء ينقضون المجتمعات من رغبة القادة القطيع والمتحالفين حالفين القتلة واللصوص والجهلة ضد مصالح المجموعة الجماعة البشرية العلماء الآن خلال 400 سنة يشوفوا العلم يشوفوا نغير الحياة بأكملها استطاعوا هؤلاء أن يكشفون الحقيقة ومع هذا يشوف هؤلاء اللسانهم طويل والكذب مستمر والسعار الديني مستمر بشكل لا يصف واتوقع يكون الأسوأ خلال خمس سنوات الأخيرة وأنا أفضل أن يكون خلال سنتين أنا أفضل بكرة يقولون الذي لا يذهب إلى المسجد يصلي يوميا هذا يستتاب ثم يقتل على حتى قول الشعراوي أنا أتمنى لأن هذا رح يعجل بهؤلاء إلى النهاية أتمنى هذا السعار الديني يتصاعد داخلهم طبعا على حساب الناس يعني شي سوي هو هذا الناس يلي هذا ثمن لا بد من دفع ثمن فخلي السعار هم الديني يزداد حتى يزداد هاي النشوة اللي بداخلهم نشوة الانتصار كل ما ارتفعت كل ما يكبر حجم الوهم يعني يصعد إلى السماء ووحده ينفجر في لحظة معينة كل ما كبر هذا البالون المزيف الذي يصنعه الذي اسمه الدين الشعاء هذا كل ما كبر هذا البالون ما لو ازداد انتفاخا وجبروتا واعتزازا بنفسه وبقدراته وعلى الدجل وعلى الكذب وعلى الغش وعلى الانتهاك كرامات كل ما ازدادت فرصة انفجاره ولكن مع الأسف سيكون انفجار هائل و ثمن يدفع ثمن ناس كثيرون لكن لا صح إلا صحيح في النهاية وعليه عندما يقول الصديق ازداد انه هناك حقوق الانسان فهذا كلمة تبشر بخير انه حقوق الانسان اصبحت وحرياته اصبحت الان جزء اساسي من ذهن الناس لكن هذا جزء جرى يجري يوميا تشويه بحجة الحرية لعلاقة بالانحلال الخلقي بالاباحة الجنسية بنكح الامهات والاخوات والمحرمات هذه الان بدأت الصورة تتضح والناس بدأت تكتشف الحقيقة لكن الخوف بعد موجود يحتاج فقط دفعات صغيرة خلال سنة سنتين او ثلاثة او خمسة وتبدأ الحقائق تتكشف ويبدأ الناس في حساب عسير عسير وشديد تصدقوني لكل هؤلاء ولا يعني هؤلاء الرجال الدين حتى الرجال بعض العلمانيين المتعصبين حتى الماركسيين المتعصبين الرئاسمانيين المتعصبين الجميع بكل الاشكال والوان لديهم تعصبهم وهؤلاء جميعا سيفهمون ما يحدث او سيدفعون ثمن مواقفهم العاطفية المتعصبة طبعا نختم بتعليق رأى للصديقة فريدة حمادو تقول انه اعتقد في كل واحد من هؤلاء العلماء المزعومين فسر الدين حسب مرضه النفسي ولهذا خرجوا بعجائبة لا تعد ودمروا حياتنا كل ما قالوه ما هو الا هوس وجنون العظمة شكرا بزاف استاذي اراعي منصور شكرا جزيلا صديقتي العزيزة فريدة الانسان الرائعي لديها اراعي مواقف مواقف ممتازة جدا وضيف لكثير في يعني ادها عمق فكري هائل بصراحة الصديق مصطفى يقول فقرنا كاف لكبح الشهوات لا حاجة لنا برمضان طبعا هذه جزء من اللعبة انه الرمضان اللي انه صبر على الفقير ومشاركة الفقير في فقره وجوه وهذه يعني واحدة من العلاعي التي تقال والتي اصبحت جزء من اللاعي الجمعي وهي مزيفة اصلا يكون مزيفة اختم بنهائي الصوم يقول صديقي ماتريكس يقول الصوم عكس الفطرة الانسانية مع هذا يقولون انهم يتبعون دين الفطرة هذا طبعا واحدة من الاشياء التناقبات العجيبة هي جزء من اللعبة حتى التناقبات داخلتين هي جزء من اللعبة الدين اللي ما فيه تناقضات قلت انها الهشاشة الدين هي هشاشة هي هي نقطة القوة في الدين انه هش هش وممكن تدميره في اي شكل لها السبب تجد العنف في استشري في الدين لانه كما قلت ان العنف هو اصل الدين او هو الدين ظهر لكي ينظم عملية العنف وليس العكس فانسف على اطالة واتمنى اسمع اراءكم بصدق واتمنى ان يعني مشاركة الفيديو لان كثير من الناس يقولون لماذا لها علاقة بوصولها على الأقل للأصدقاء والناس الذين يهمني ان يصلهم الفيديو مع السلام